إسرائيل العزمة إسرائيل أقوى دولة في الشيق الأوسط إسرائيل الدول الأمني رقم واحد في المنطقة إسرائيل اللي مخاب تعروس العالم كله مش جدغر على شوية فلسطينيين استلمونا خمس بلدي ويجعوا منش جيد يلعبوا فينا الشلولة فغعين دغعين وكلبوه علينا زيتا وزنبليتا طول الليل مش عرف أنام من الخوف زي أي مواطن في الدولة وكنا مجهزين حانا عشان نشغي نتخبى في الملاجئ زي الفغان أنامه أصحى أغلاكي عمليه تاخ واللي ميتين ثلاث نسوان عخفين شو يعني؟ يعني اللي نفذ العملية قصد يقول اعتدتوا على نسواننا في الأقصى فنسوانكم مش أحسن من نسواننا والبادي أصلم واللي ماتوا مجندات في جيش الدفاع مش مجرد مستوتنات وحتى لو مش مجندات لازم يفهم نتنياهو بنخفيق أولاد المغة الوسخة إنه المعادلة عند اللي بينفذوا العمليات تغيرت من لحظة ما سمحوا لجنودهم يعقبدوا على النسوان في الأقصى ويقتدوا عليهم لا هيك اكتير واختير اكتير كمان كل الفلسطيني توحدوا عشان الأقصى من الشمال للجنوب واليوم في الأغوار وبكرة في الدفاع والكدس وعلموا على إسرائيل وهزقوها قدام العالم اللي بنت على حقيقتها إنها فعلا دولي أوهم من بيت العنكبوت يؤسفني أن أقول إنه قهد انتصارات إسرائيل انتهى من زمان ومن غير رجعة وبوعيدكم وكبل ما أموت في تيسي هون على هاي الأغد اللي مش إنا إني رأى أهرب منها زي الآلاف من اللي بيهربوا كل يوم لأنه إحنا بنحب الخيال وما بنحب الموت وبكان على هاي الأغد اللي مش إلنا يعني موتنا في أي لحظة فانسيحة من نئلكم يا سكان إسرائيل اهربوا منها قبل ما يجيكم الدور